بشر الفريق الوطني للمقابر الجماعية باستخراج رفات من قتلوا على يد تنظيم داعش من الأزليين في مناطق عدة من العراق خاصة في شمال العراق حتى الآن أكثر من 300 جثة تم إخراجها من تحت الأرض ضمن المقابر الجماعية وسط الظروف الصعبة التي يعاني منها من يستخرج نتابع وفي هذه الفترة وعلى مراحل فتح ونقب 17 مقبرة جماعية من مجموع 73 مقبرة جماعية في منطقة السنجار تم رفع رفات 346 ضحية من هذه المواقع تخص شهداء أزيديين من قرية كوجو أعقبتها مراحل معقدة تضمنت حملات لجمع عينات الدم وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمفقودين وذويهم تمكنت الكوادل حتى الآن من تحديد هوية 62 شهيد أزيدي تراوحة عمارهم بين 18 إلى 85 سنة بيهم رجال بيهم أطفال كلهم يعني ذكر كانت أسباب المفاعل لهذه الشهداء هو إطلاقات نارية في مختلف أنحاء الجسم بالخصوص هو في الرأس والصدر في الوقت الذي يؤكد الفريق الوطني المقابر الجماعية أن الأسماء المعلنة في هذا البيان تمثل مرحلة أولى من قوائم الشهداء وأن العمل يجري بشكل متواصل لتحديد هويات باقي الشهداء تبهيدا بإعلانها حتى حالك تمال الفقوصات الطبية العدلية وإجراءات المطابقة والتسليم على ضرورة أن يقوم هذا الفريق بكل جهده الوطني والمحلي بالاستمرار في فتح المقابر الجماعية لدينا عديد من المقابر الجماعية يجب أن يكون هناك اهتمام واستمرار في فتح هذه المقابر الجماعية يجب أن أؤكد هنا أيضا على المحاسبة والعدالة العدالة هي جزء من السلام فبالتالي إذا لم يكن هناك عدالة لا أعتقد أن يكون هناك جزء من السلام يوم 15-8-2014 تم جمعهم في مدرسة كوشو وتم نقل الرجال إلى أطراف القرية وقتلهم وتحويل النساء والأطفال إلى أعدادية صناعة سنجار ومن ثم إلى ثلعفر وإلى الموصل أعداد الضحايا المجملة في ذاك اليوم أكثر من 1250 والآن مغبرة مهيئة وعليها شواهد جاهزة في قرية كوشو تسع لـ 517 قبر مهيئة جاهز للدفن